يشهد ملف أمن الملاحة تطورات متلاحقة خاصة بعد الاتهامات التي وجهتها القوى الغربية إلى طهران بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط في بحر العرب اتهامات نفاها الجيش الإيراني وحذر من أنه سيرد بقوة على أي هجوم يأتي ذلك بعد أن كشف تحقيق أمريكي بريطاني إسرائيلي مشترك أن الطائرات المسيرة التي هاجمت الناقلة إيرانية الصنع إذن إيران تتوعد برد قاس على أي هجوم يطالها بعد اتهامات باستهداف ناقلة النفط فإلى أين تتجه الأمور؟ وهل حسمت القوى الغربية موقفها بالرد؟ يبدو أن حادث الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب قبل أيام لن يكون كغيره من الحوادث فالمؤشرات تؤكد وجود نية لردة فعل غربية إسرائيلية وتشت تصريحات بأن الأطراف الغربية عزمة أكثر من أي وقت مضى على ردع إيران المتهمة بتدبير هذه الهجمات لكن تهران في المقابل تنفي هذه التهم بل وتؤكد قدرتها على التصدي لأي هجوم محتمل إذ تواعد قائد القوات الجوية للحرس السوري الإيراني بما وصفه بالرد القاسي على هذه التهديدات محذرا من اختبار قدرة إيران العسكرية المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية بدوره لم يغرد خارج السرب إذ أكد قدرة بلاده على الرد ووصف المتحدث العسكري الإيراني الاتهمات لإيران بأنها ملفقة ولا أساس لها مشيرا إلى أنها تأتي في إطار ما وصفه بالحرب النفسية ضد إيران ووجه الاتهام لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالسعي لزعزعة استقرار المنطقة الرفض الإيراني للاتهمات الغربية ليس على المستوى العسكري فحسب بل والديبلوماسي أيضا إذ دانت الخارجية الإيرانية للاتهمات التي وجهتها دول مجموعة السبع لتهران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلة النفط في بحر العرب الأسبوع الماضي ردة الفعل الإيرانية تأتي بعد ساعة من نشر القيادة المركزية الأمريكية نتائج تحقيق شارك فيه محققون من كل من بريطانيا وإسرائيل خلص إلى أن إحدى الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على النقلة إيرانية الصنع وقال الجيش الأمريكي إن المسافة بين السواحل الإيرانية ومكان وقوع الهجوم تتناسب مع المسافة التي سجلت خلال هجمات سابقة بالطائرات المسيرة نصبت إلى إيران وسبق الوزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن توعد برد مشترك على تهران في حين قالت إسرائيل إنها تعمل على حجد العالم للرد على الحادث لكنها أكدت في الوقت ذاته قدرتها على الرد بشكل منفرد للمزيد حول هذا الموضوع معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين روريان ومعنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد قواص مرحبا بكم أبدأ معك سيد حسين إذن رفض إيراني للاتهامات الغربية بأن إيران هي التي تقف وراء استهداف الناقلة في بحر العرب ما وجهت هذا الرفض الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك ولو ضيف الكريم يعني في تصوري أن هذه التحقيقات هي ما هي إلا إملاءات إسرائيلية يعني أولا الدليل القاطع الذي يتكلمون عنه هو أن المواد المتفجرة التي استعملت هي إيرانية ولا أدري هل إيران تستعمل المواد متفجرة مختلفة عن كل العالم والموضوع الآخر أن جزء من هيكل المسيرة يعني يقولون أنه إيراني بسبب المعدن المستخدم فيه وهذا أيضا لا أتصور يعني كل العالم يستخدم الألمنيوم باعتباره خفيف في الصناعات الطيران من هنا يعني مجرد طرح هذا الموضوع هو يعكس أن لا أدل ضد إيران وأن هناك من يحاول تلبيس الاتهام لإيران من هنا إيران أولا تكرر أنها تتحدى كل الأطراف في أن تمتلك الدليل القاطع على أن إيران هي متورطة في هذه المسألة وأن إيران تنفي الصلة بالموضوع جملة وتفصيلا دكتور محمد ما رأيك في هذا الكلام؟ هناك من يحاول تلبيس الاتهام لإيران ويقول ضيفنا حسين من طهران بأن إسرائيل هي التي تملي على القوى الغربية كل ذلك ما رأيك؟ دكتور محمد؟ يبدو أن الدكتور محمد لا يستمع إلينا نحاول أن نصلح هذا الخلل دكتور حسين ولكن البعض يقول لك أن هذا ليس جديد على إيران إيران لها سوابق سواب في بحر العرب في الخليج العربي في أيضا الدول التي تتوغل فيها إيران وبالتالي هذا أمر ليس جديد وأن موضوع المسيرات موضوع عادي جدا ما رأيك؟ يعني صناعة المسيرات في إيران نعم هو واسع ومتقدم ولكن يجب أن لا ننسى أن هناك عشرات الدول التي تمتلك صناعات في هذا المجال من هنا القفز إلى الاستنتاج بمجرد أن إيران تمتلك مسيرات أو تصدع مسيرات هو لا يمكن القبول به نعم هناك الكل بحاجة إلى دليل حسي في هذا الإطار وإيران عندما تتحدى وبقايا الطائرة ليس دليل حسي سيد حسين لا الطائرة ليس دليل حسي لأن غير معلوم أن هذه الطائرة المسيرة من أين أتت من الذي هو يقودها وأسقطها على هذه الناقلة إيران تقول أنها ليست هي الطرف الذي قامت بهذه العملية وإيران في كثير من الأمور هي تعلن أنها قامت بهذه العملية من ضمن ضرب طائرة الأمريكية التي على بضيق هرمز قبل عدة سنوات من هنا إيران لا تخشى أن تقول إذا كانت هي قامت بهذه العملية أنها قامت بها دكتور محمد قواص إيران لا تخشى أن تقول أنها قامت بهذا الفعل ولها في التاريخ صوابق في ذلك حينما تضرب تقول أنا ضربت وبالتالي ضيفي يقول لك هناك من يريد تلبيس إيران هذه التهم وأن إسرائيل هي من تملي على الجانب الغربي فعل ذلك ما رأيك؟ طبعا نحن لسنا هنا لنحقق أو لنكون لدينا مصداقية في موضوع التحقيق ما يهمنا بغض النظر أن إيران لديها مصلحة حاليا في إنكار ما حصلت في منطقة الخليج وربما في إنكار أشياء أخرى حصلت ولم تفسح عنها إيران كما أن إسرائيل أدن تقوم بعمليات لا تفسح عنها عدم الأفساح هو قرار سياسي لهذه الدولة أو تلك نحن ما يهمنا حاليا أن هناك مجموعة من الدول اتخذت موقفا بناء على تحقيقات قالت أنها صحيحة ودقيقة تتهم إيران بهذا الهجوم وأعتقد أيضا أن إيران تأخذ علما بهذا المزاج الدولي الجديد المتضامن مع إسرائيل وهذا طبعا جديد ليس دائما كان هناك مزاج دولي متضامن مع إسرائيل وبالتالي تستعد للتموضع المستوى السياسي والأمني والعسكري لمواجهة هذه الاحتمالات التموضع أما عن طريق التصريحات التي تهدد تصريحات الجنرالات الإيرانيين أو تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية أو عبر تحريك ما شهدناه في الحدود اللبنانية الإسرائيلية أو أيضا ما شهدناه من كلام عن حركة ملتبسة غامضة قبل أيام في بحر عمان عندما تم فقدان السيطرة على بعض السفن المدنية وقيل أيضا أن المسلحين تابعين لإيران صعدوا على إحدى السفن كل هذه الحركات هي بمثابة رسائل فعلا ملتبسة ومثيرة للاهتمام بالنسبة لنا كمراقبين لنعرف ما إذا كان هذا التهديد الغربي الذي انتهى حاليا بهذا البيان الصادر عن الدول السبع سبع دول كبيرة تتضامن مع إسرائيل وتقترب تماما من هذه التحقيقات التي خرجت عن الجيش الأمريكي ولكن دكتور محمد اسمح لي على المقاطعة ما مصلحت إيران في تثوير وإحداث كل هذه البلبلة في المنطقة في هذا التوقيت برأيك نقول لك أستاذ طبعا منذ أيام كان للمرشد كلام أن الولايات المتحدة تريد أن تفرض على إيران النقاش أو التفاوض في ملفين ملف الصواريخ الباليستية وملف دعم إيران للميليشيات إلى الخرية أو ما يسميه العالم بأنه سلوك إيران المزعزة على الاستقرار إيران تريد أن تتقدم من المجتمع الدولي بصفتها دولة بين مزدوجين ثورية لا تستطيع إلا أن تكون مزعزة على الاستقرار سواء كان هذا الاستقرار إيرانيا عفوا عراقيا سوريا لبنانيا أو يمنيا أو كمانا سواء كان هذا الاستقرار له علاقة بحرية الملاحة الدولية بمعنى آخر أن إيران لا تتقدم إلى العالم بصفتها دولة عادية مسالمة تريد أن تبرم اتفاقا في فيينا بل أن على هذا العالم أن يتفق مع إيران بطبيعتها هذه التي بإمكانها أن تعرق الملاحة الدولية بإمكانها أن تهاجم سفن مدنية هنا وهناك وبإمكانها أيضا أن تهدد الإسرائيل وما أدراك من ما لهذا الغرب من علاقة مع إسرائيل عبر هذه الصواريخ التي خرجت من لبنان أو عبر التهديدات التي خرجت عن حركة حماس في غزة إذن ما يجري في بحر العرب وفي المنطقة دكتور محمد حتى أفهمك بشكل دقيق هو له علاقة بالمفاوضات في فيينا لذلك تماما نعم خلينا اسمع رد السيد حسين في هذه النقطة ولا يمكن أن يكون هذا دليل إضافي أن تثوير المنطقة أحداث بلبلة في بحر العرب في خليج عمان وما إلى ذلك هو من أجل الضغط وبالتالي هذا يعطينا دليل إضافي على أن إيران بالفعل هي من تقوم بكل ذلك ما رأيك؟ يعني أولا في تصور موضوع المفاوضات من يريد إفشال المفاوضات هو إسرائيل والكل يعرف ذلك هذا أولا ثانيا دعني أشير إلى ما تفضل به الأستاذ محمد هناك أربع ناقلات تم الحديث عنها أنها فقدت السيطرة عليها وأن هناك ميليشيات موجودة على ظهر هذه الناقلات في الفجيرة وبين ساعة وساعة تبين أن ليس هناك من أربع ناقلات فقدت السيطرة عليها وليس هناك من قوات موجودة على ظهرها وكل الكاميرات لم تستطع عن تورينا صورة وليس فيلما عن كل هذا الموضوع من الذي يفبرك كل هذه الأمور؟ هذا سؤال يعني إسرائيل تحاول يعني أولا فيما يخص لبنان أولا حلفاء إيران لم يقوبوا بضرب إسرائيل بالصواريخ نعم بعض الفلسطينيين قابوا بذلك وإسرائيل ردت بشكل غير متوازن واضطر حزب الله إلى أن يعيد التوازن إلى معادلة الاشتباك من هنا من يحاول أن يغير في هذه المعادلة هي ليست إيران الآن نعم يعني لا يمكن من غير المعقول في فترة انتقالية في إيران أن تقوم بهكذا مجازفات إسرائيل تحاول أن توتر الأوضاع في هذه المنطقة في جنوب لبنان للتشويش على المفاوضات في فيينا ولكن ليس من مصلحات إسرائيل أيضا هذه المفاوضات لأنه يكبر جماح الجانب الإيراني عن امتلاك ترسانة نووية وبالتالي أيضا إيران تقول لك ربما هذا الأمر يعني هذا الكلام أيضا أولا إيران أعلنت والسيد رئيسي في أول خطاب له أعلن أن الأسلحة النووية لا مكان لها في استراتيجية إيران الدفاعية وأن إيران ترفض هذه الصناعة لأسباب شرعية لا أريد أن أقول أن هذا ملزم للآخر يمكن الآخر يشكك في هذا الأمر أنا معك ولكن في هذا الإطار يعني إيران تريد العودة للاتفاق كما صرح السيد الرئيسي أمريكا تريد العودة للاتفاق السيد الرئيسي أبقى السيد عراقشي والفريق المفاوض للاستمرار وتسهيلا للمهمة ولكن لا زال الموقف الإسرائيلي هو ضد اتفاق فيينا ولكن لا زال الموقف السياسي الإسرائيلي هو أن لا تعود أمريكا للاتفاق دكتور محمد قواص يعني فرضية الطرف الثالث الذي يقوم بالفوضى في المنطقة قد يكون خيار أيضا مطروح على الطاولة سيناريو مطروح وربما تكون إسرائيل كما يتحدث لك ضيفي من طهران من الذي يفبرك هذا الأمور هو الذي لا يريد أن ينضي مصار المفاوضات يعني بشكل صحيح كيف تنظر لهذه المسألة؟ أولا كما قلت في إجابة الأولى نحن لسنا تقنيين ولا نستطيع أن نؤكد هذه الفرضيات التي حصلت في موضوع السفن المتبسة أو في موضوع الاعتداء على هذه ناقلة النفط الإسرائيلية لكن ما يهمنا نحن هو طبعا إسرائيل لطالما كان ضد اتفاق بينا عام 2015 ولطالما حتى الآن هي تطالب بولايات المتحدة إما بعدم العودة إلى هذا الاتفاق أو بذهاب إلى اتفاق معدل فيه كثير من القيود التي تمنع إيران من امتلاك السلاح النووي وهي تهدد أيضا إيران في الإدارة الجديدة وفي حكومتها الجديدة هي تهدد بخيار عسكري ما زال ماسل وبالتالي آثة إغنال بولايات المتحدة ومجموعة الخمس زائد واحد تأخذ بالاعتبار هذه الضغوط والقيود الإسرائيلية ثانيا أن إسرائيل أيضا أعتقد أنها لا يمكنها أن تغامر في اللعب إلى هذه الدرجة وخصوصا عندما يأتي مجموعة من الدول نتحدث عن بريطانيا نتحدث عن بلايات المتحدة نتحدث عن الجيش الأمريكي ونتحدث عن الدول السبع التي أيدت التحقيقات وأدانت إيران وبالتالي هذا ما يهمنا هو الموقف السياسي الرسمي الجديد لهذه المجموعة الدولية التي ممكن أن تنقل الملف إلى مجلس الأمن وعليه هنا الأسئلة هل الصين وروسيا ستكون مساعدة على إدانة إيران بعدم المس بالملاحة الدولية خصوصا عندما تنقل الملاحة الدولية في الخليج تمسه اقتصاد الصين مباشرة أو أن الأمور بالإمكان أن تكون أيضا من أوراق الضغط التي سيمارسها المجتمع الدولي هذه المرة على إيران مقابل أوراق الضغط الإيرانية للذهاب نحو إلى الاتفاق في فيينا وأنا مع دكتور حسين فعلا أن إيران تريد الذهاب إلى هذا الاتفاق وأن الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي على الأقل في خطاب التنصيب كان واضحا بأنهم ذاهبون للعودة إلى اتفاق فيينا المشكلة بالنسبة إلى إيران هو أي اتفاق والمشكلة بالنسبة للهات المتحدة وإسرائيل أيضا أي اتفاق سنعود إليه هل ستوافق إيران على العودة إلى اتفاق يفرض على إيران برنامجا نوويا لأغراض مدنية لأنه رفع التخصيب من 3.27 ثم 60% هذا ليست أغراض مدنية وهل ستوافق إيران على فتح باب لمفاوضات مع الملفات التي تقلق المنطقة تحدث عن ملف الصواريخ الباليستية وملف الميليشيات أو ما يسمى بالملفات المزعزعة للإستقرار أعتقد أن كل هذا الجدل الذي يأخذ طابعا أمنيا عسكريا هو بنهاية جدل للذهاب إلى هذه الطاولة المنتظرة في بينا أستاذ حسين هل ما يحدث هو مجرد جدل حياء ربما موضوع قضية تلوح بالملف وأنه هناك أدلة على إيران أنها قامت بهذا العمل هو لاستخدام خيار عسكري أم فرض مزيد من الضغوط على إيران على طاولة المفاوضات يعني أنا لا أتصور أن الخيار العسكري مطروح في هذا الإطار نعم هناك ضغوطات متزايدة ضد إيران في المجالات المختلفة أمريكا تريد اتفاق معدل إيران ترفض وتقول أن مفاوضات فيينا محكومة باتفاق سبق التوقيع الذي هو اتفاق 2015 من هنا قد تأتي هذه الضغوط يعني لفرض اتفاق جديد ضد إيران ولكن لا أتصور أن إيران يمكن أن تقبل ذلك يعني ما أريد أن أعلق على ما تفضل بلي الأستاذ محمد يعني إسرائيل ضربت ناقلة لبرت الأمريكية في حرب 67 وحاولت بشكل أو بآخر أن تدفع أمريكا للدخول للحرب ضد مصر يعني إسرائيل هي تستحضر هذا السيناريو الآن لماذا نستغرب أن تكون إسرائيل هي طرف في هذا الموضوع وخاصة هي تدعو إلى خيارات أشد ضد إيران والمحققون الذين أعلنوا أن إيران هي المسؤولة هم محققون إسرائيليون بالمناسبة وبالتالي نسأل هنا دكتور محمد لماذا لم تكن هناك لجنة دولية محايدة بدل الاحتكام لبريطانيا وأمريكا وإسرائيل هذا يضعف ربما حتى من الاتهامات الموجهة لإيران وفي كل القصص المثيرة للجدل في العالم دائما كانت تخرج لجان تحقيق ليس بالضرورة أن تكون محايدة لجان تحقيق تختص بالدول التي ستتخذ هذا الموقف طبعا لم يكن هناك خفيا أن إسرائيل هي ما يزودت البريطانيا والولايات المتحدة بمعلوماتها الاستقبارية لكن الجديد في الأمر أن بريطانيا والولايات المتحدة هذه المرة تبنت هذه المعلومات ودعمت بالوجود الأسطولي هناك أسطول البحرية الأمريكية موجود في المنطقة واقتربة من هذه السفن ودعم هذه المسألة بتحقيق أمريكي هذه المرة لأن الجيش الأمريكي عندما تحدث قال أن خبراءنا ذهبوا وجدوا بقايا طيارات مسير لكن بكل الأحوال قد يكون هذا التحقيق مفبرك لكن بالنهاية خلاصاته السياسية أدت إلى هذه المواقف التي تحدثنا عنها وبناء على هذه المواقف السياسية التي تحدثنا عنها نريد حاليا أن نقول هل هذا الغرب هل هذه المجموعة الغربية يتحدث حاليا ليس المجموعة الدولية لم نرى حاليا جوابا في مجلس الأمن ولو نرى حاليا أي تصريحات ممكن أن نفهمها من بكين ومن موسكو هل هم ذاهبون إلى رد عسكري وأنا مع الدكتور حسين أنا أستبعد ذلك تماما أم أننا نحن ذاهبون هذه المرة إلى تصليب أوراقنا على طولة أنت تستبعد ذلك دكتور محمد ولكن إسرائيل قالت قد تكون مضطرة لشن هذه الحرب منفردة ضد إيران أو شن ضربات على الأقل عسكرية داخل داخل إيران وبالتالي دكتور حسين هل مستعد إيران لجولة من هذا النوع يعني أولا هل تستطيع إسرائيل أن تقوم بشيء ما من دون مشاركة أمريكية أو دعم أمريكي أو ضوء أخضر أمريكي الجواب لا إسرائيل لن تستطيع أن تقوم بأي شيء خارج إطار الإرادة الأمريكية ثانيا إذا قامت إسرائيل بذلك هل سيكون استهدفت العلماء واستهدفت الكثير من مراكز ضد إيران نعم يعني في موضوع العلماء النوويين اغتيال العلماء النوويين أو التفجيرات التي حصلت في بعض المراكز هو ضمن إطار عمل استخباري من دون تبني ولكن إذا كان هناك عمل عسكري مع تبني عسكري فإن إيران سترد وهذا حقها الطبيعي في تصور اعتبارات إيران الاستراتيجية وإسرائيل غير قابلة للقياس يعني المدى الجغرافي في إسرائيل محدود وأن الصواريخ الإيرانية ستنهال بشكل يعني لا أدري ماذا سيبقى من إسرائيل بعد ذلك بعكس إيران إيران دولة كبيرة جدا مساحتها مليون وستمائة وخمسين ألف كيلومتر مربع هي تستطيع أن تتحمل الصدمة وترد بقوة على من يستهدفها من هنا لهذا السبب بالتحديد أنا أقول أن العمل العسكري غير وارد شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من طهران وأشكر دكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من لندن شكرا لك